عادت إلى أرض الوطن قدمة من بولندا طائرة شركة ايركايرو وعلمت نها الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية جاء ذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الطلبة الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة هذا وأفادت سفارة مصر في بودابست أنه تقرر إرسال طائرتين يوميا اعتبارا من اليوم حتى الجمع المقبل وذلك لإعادة المواطنين المصريين القادمين من أوكرانيا إلى مصر